صاعد العماد ميشيل عون هجومه على رئيس الجمهورية إلى درجة القول بأن الرئيس التوافقي في لبنان أثبت فشله ليقابل برد رئيس الجمهورية عليه عبر موقع تويتر بالقول على الأقل الرئيس التوافقي لا يتسول مركز الرئاسة بل يطلب منه الجميع قبوله حملة عون العنيفة استغربتها أوساط رئيس الجمهورية التي ذكرت بأن الرؤساء الذين نجحوا في لبنان كالرئيس شهاب وليسار كيس كانوا توافقيين عم يتضح لي أنه صارت المعركة على رئيس الجمهورية يعني رئيس الجمهورية باقي دستوريا بعد سنتين معناته إذاحته بطريقة قانونية ما فيه إمكاني انتقاد إذا عم بيكون بسوء أداء لرئيس الجمهورية فيه مؤسسات بيرجع للوحد ولكن الهجوم بالمباشر على رئيس الجمهورية إذا هو هذا فتح معركة رئيسة الجمهورية في لبنان أنا بعتبره الشرخ السياسي في لبنان عمودي وأفقي وهو يحتاج إلى رئيس توفقي يرعى هذا الخلاف فيما الشعبوية في رئيسة الجمهورية لا تفيد والبطولات توصل إلى حروب يقول الخوري دور رئيس جمهورية لبنان مش دور زعيم كتل نيابية إذا بدون يحجموه لزعيم كتل نيابية وهذا الكلام أنا برأيي مرفوض هذه أنا بعت قيد حملي عم بتضعف رئيسة الجمهورية في لبنان كائنا من يكون فيها وهي أضعاف لدور المسيحيين بالتركيب اللبناني وكفانة دايما المعنى كديرة بقلب المسيحيين ولمن ينتقد ويحمل بشدة على رئيس التوافقي يسأله الخوري ما البديل طيب شو المطلوب بدون يغيروا النظام اللبناني يقولوا لنا إذا فيه تفكير أنا برأيي اليوم وهيدا خوفي وخلي يكون في وعاية عند اللبنانيين إذا فيه التفكير بتغيير النظام في لبنان يقولوا بصراحة برأيك هذا سبب من أسباب الحملة؟ ما بارد أنا ما عم بحكي اليوم بالمنطق السياسي عم بقلك أنا فيه إشي وقائع قدمين عليها ومنعرف شو شروطها وشو مواصفاتها يعني فيه دور رئيسة الجمهورية في لبنان كائنا من يكون يجب الحفاظ عليه فيه كيفية انتخاب رئيسة جمهورية في لبنان وهي حسب الدستور عم بحكي فيهون يقولوا لي هني كيف بدوا يشير انتخاب رئيسة جمهورية بعد سنتين وبطمن أن رئيسة جمهورية لن يمدد اللي عم بيعملوا هالحملة استباقية لشو؟ لهم بدون يعملوا رأسة جمهورية؟ ما فيهون يعملوا رئيس بهالتركيب الموجودة بهالانقسام الموجود ويؤكد الخوري أن هذه الحملة تتخطى عدم موافقة الرئيس التوقيع على مشروع مرسوم لـ 8900 مليار معتبرا أن أبعادها أخطر من ذلك بكثير